هنا أمضت الملكة إليزابيث الثانية العديد من إجازاتها السعيدة منذ زيارتها الأولى مع جديها الملك جورج الخامس والملكة ماري وهي طفلة صغيرة وحتى الأشهر الأخيرة من حياتها قلعة بالمورل المنزل السكوتلندي المحاط بالمناظر الريفية الذي أحبت الملكة الراحلة أن تزوره بصحبة زوجها الراحل الأمير فليب وعائلتها شهد هذا المكان ضحكات العائلة المالكة وهم يشاهدون الألعاب السكوتلندية عام 2006 كما حضرت الملكة حفلات عدة في قلعة بالمورل كهذه عام 2012 وخلال سنواتها الأخيرة أمضت الملكة الكثير من الوقت مع الأمير فليب في بالمورل قلعة بالمورل أحد مساكن العائلة المالكة البريطانية منذ عام 1852 وهي ملكية خاصة للملكة وليست جزءا من ممتلكات التاج البريطاني أصبحت القلعة محطا للأنظار في صيف 1997 حيث كانت العائلة المالكة في بالمورل عندما توفيت الأميرة دايانا وفي صباح اليوم التالي لوفاة الأميرة دايانا حضرت الملكة والأمراء تشارلز ووليامز وهاري قداسا في الكنيسة وفي طريقهم إلى المنزل شاهدوا الأزهار والرسائل التي تركها الجمهور لوداعي وتأبين دايانا واليوم توضع الزهور ورسائل التعزية أمام المكان المفضل للملكة الراحلة مكان سيبقى شاهدا على ماضي ومستقبل البلاد نور الحصني الحدث